موسيقى اهلا بكم لماذا ذهب العرب لمجل السلام وهم يعلمون ان مبادرتهم بشأن سوريا ستتحطم على جدار الفيتو الروسي وبعدما لن الموقف الصيني نسبيا لماذا تصر روسيا وحدها على تفريغ اي قرار دولي ضد النظام السوري من محتوى هل روسيا فعلا حريصة على مبادئ الامم المتحدة التي ترفض مبدأ تغيير الانظمام انها واثقة من ان النظام السوري لن يسقط الرئيس لن يتنح ونائبه الاول لن يتسلم اي صلاحيات لكن الا تغامر روسيا باهم منطقة نفوذ لها في العالم العربي فيما لو سقط النظام بسوريا فسوريا مركز الصيان العسكري الوحيد خارج الاتحاد السوفيتي لروسيا ما هي الخطوة المقبلة في مجلس الامن بعد فشل مشروع القرار العربي الاوروبي وماذا في جعبة المعارضة بعدما وصلت بالتدويل الى منتهى والى ما ستظل آلة القتل تعمل في سوريا دون نشوب حرب اهلية قد تأكل الاخضر واليابس اسئلة كثيرة نطرحها في هذه الحلقة من اجندة مفتوحة احييكم مشاهدي مستمع البي بي سي انا زين العبدين توفيقه ارحب ايضا بضيوفنا في هذه الحلقة وهم عبر الاقمار للصناعية من واشنطن وليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الارهاب في الكونجرس الامريكي ومن موسكو دكتور بيتشزلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق والمحالة السياسية ومن هنا في الاستوديو عمار وقاف عضو النادي الاجتماعي السوري كما ينضم لنا ضيوفنا اخرون في ثنايا الحوار وقبل ان نبدأ النقاش نتوقف مع تذكير باهم بنود المبادرة العربية التي يدعو مشروع القرار العربي الغربي الى دعمها تدعو المبادرة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في اجل لا يتجاوز شهرين وذلك بمشاركة من السلطة والمعارضة على ان يتولى رئاستها شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة باشراف عربي ودولي كما تنص على تفويد رئيس الجمهورية نائبة هو الاول فاروق الشرع بصلاحيات كاملة واعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها وان هدفه هو اقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددية تساوى فيه المواطنون ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي الى جانب قيام حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على اعادة الامن والاستقرار في البلاد ويعادة تنظيم اجهزة الشرطة وانشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحايا اضافة الى قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال ثلاثة اشهر من قيامها وتتولى الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك اعداد قانون انتخابات على اساس هذا الدستور ونبدأ النقاش في هذه الحلقة بضيفنا من موسكو فيجزلاف ماتوزوف سيد ماتوزوف يعني ما هو وجه الاعتراض لدى روسيا في كل هذه البنود التي يبدو انها يمكن ان توفر آلية للحل في سوريا طبعا روسيا تحكم بكثيرا للتطورات على الصحة السورية وانتلاقا من هذا القلق الروسي كانت هناك اقتراح مشروع مشروع القرار المجلس الان للام المتحدة في شهر سبتمبر مشترك مع الصين الشعبية ولكن في خريف جددت روسيا هذا الاقتراح الصيني روسي وقدمت مع مشروع قرار المجلس الام لام المتحدة مشروع الروسي ووزعت كاساس للمناقشة ولكن الممثلين الدول الغربية رفضوا يأخذوا هذه الوثيقة كاساس لتعديل لمناقشة في وراء القواليس في مجلس الام لكن الصورة الاكبر الصورة الاكبر تقول ان روسيا ترفض العقوبات على سوريا ترفض حظر السلاح على سوريا ترفض نقل السلطة بشكل سلمي في سوريا ماذا تقبل روسيا اذا في سوريا أولا روسيا ابتدأ من الكلمة ان روسيا ترفض النقل السلمي لسلطة ومن يأخذ القرار لتغيير السلطة اي قوة اذا هذا سيكون من قبل القيادة حلف الشمال الاطلسي ونحن شهادنا هذا قرار في ليجا لا من قبل الجامعة العربية هذا الكلام لا يأتي من قبل حلف الاطلسي لا يأتي من قبل الولايات المتحدة هذا يأتي من قبل الجامعة العربية وهي المرجع الاول فيما يتعلق بشؤون الدول العربية صحيح ولكن اول قرار جامعة الدول العربية كانت متحس بدون بند اسقاط النزام السوري كانت دعاة جامعة الدول العربية دعت طرفين طرف المعارضة طرف السلطة للحوار السياسي على الوصف الوطنية ولكن فيما بعد تحت الضغط الامريكي تحاولت موقف الجامعة العربية لذلك نحن وأنا شخصيا كذلك وشاركة ذري أن جامعة الدول العربية تحت الضغط الشديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحت الغص الضغط تتنازلت من اقتراحه الأول على ذلك كانت مضعومة من روسيا وأيضا سبعة ألاف وأيضا سبعة ألاف مدني قتلوا في عشرة أشهر أليس هذا عامل ضغط كافي بالنسبة للفحاد الروسي الذي يقول أنه ضد تغيير الأنظمة أنا سمعته هذا عدد سبعة ألاف خمسة ألاف سبعة ألاف قدت مرات ولكن هناك ليست أرقام الدقيقة أولا وشيء تانيا ضمن هذه الأرقام هناك ضحايا من طرفين أنا لا أقول لكم أن هذا أقول ضحايا المدنيين أن هناك ألاف الجنود استشهدوا في تحت من اليد المعارضة المسلحة هناك مجموعات سوريا نفسها لا تقول ألاف الجنود ألاف الجنود سوريا لم تقل هذا يعني النظام السوري لم يقل أنه قتل له ألاف الجنود هذا هو إذا هناك ضحايا من طرفين يجب أن ننظروا على ما يجب في هذا البلد ومراقبين الدوليين مراقبين لجامعة الدول العربية عندما يجوا إلى حمص شاهدوا المظاهرة كبيرة تدامنا مع بشار أسد ولكن أثناء المظاهرة هذا وصلت إلى المظاهرة الغام كذفت الغام الذي أطلقوا بها القوة مجموعات المصالحة من قبل المعارضة طيب يعني أنت تقول سيد دير في تقرير المراقبين أنت تقول أن روسيا تتحرك قتلوا مرصحة في فرنسا تتحرك بدافع المبادئ أنا لا تريد تغيير الأنظمة والتنحي ومشابه لكنها وافقت أو لم تبدأ أي اعتراض على خطة مماثلة بشأن اليمن مثلا أنا في فرق بين يمن وصوريا لأن يمن كانت حديث وإقناع رئيس صالح هو أخذ القرار أن ينصاحبه لا هو لم يأخذ القرار هو أيضا كانت هناك مبادرة لو تسمع لي كانت هناك مبادرة عربية وحظيت بدعم وتأييد دولي وبموجب هذه المبادرة ليس اختيارا من علي عبدالله صالح ولكن بوفق هذه المبادرة تم التنحي الرئيس اليمن علي عبدالله صالح وساتة كانت قطرية دور قطر في يمن كانت كبير وعرضوا هذا الفكرة إلى صالح رئيس صالح وتطورات على ساحة اليمنية فرضت بعد انفجار بعد محاولة اختياله بعد جلده كانت محروق بعد تطبيب في سعودية هو وافق على الاتراع شو مطلوب في سوريا مطلوب إسقاط تغيير تنحي وهو طيب وهو لا يأخذ القرار لذلك توازن بين يمن وسوريا فرق الكبير هناك قرار سالح وهنا نحن لا نشاهده أن بشار أسد مستعد لتنازل أمام الضغطات الأمريكية كلمة كلمة إسقاط النظام لم تأتي أبدا في المبادرة العربية المبادرة العربية تتحدث عن نقل السلطة الرئيس ينقل صلاحياته لنائبه الأول وفق أليات معينة لانطلاق عملية ديمقراطية في سوريا من باب الحرص على عدم تفتت سوريا وعدم اندلاع حرب أهلية فلم يقل أحد بإسقاط النظام في الجامعة العربية على أي لحوة لكن دعنا نتوجه إلى واشنطن ووليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب بالكونجرس الأمريكي ما هي الخطوة التالية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب؟ أولا في الوقائع هناك نقطة تتعلق بالعلاقة ما بين الجامعة العربية وواشنطن فيما يتعلق بالموضوع السوري أريد أن أوضحها ليست الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع ضغطا على الدول العربية وعلى الجامعة العربية الجامعة العربية سيدة وهي التي تضع ضغطا على إدارة الرئيس أوباما وتقول له تحرك بسرعة أكثر وبقوة أكثر هذا للواقع ثانيا فيما يتعلق بالمبادرة العربية وبالتالي اليوم قد تحول إلى مبادرة دولية أو الملف موجود في مجلس الأمن تحاول واشنطن أن تأخذ من مجلس الأمن ومن مؤسسة الأمم المتحدة كل ما يمكن أخذه ما عدا الفيتو الروسي فيتحول الوضع المعادلة في نيويورك أن المجتمع الدولي ككل ما عدا روسيا يريدون حل هذا الموضوع لنقل السلطة كما قلتم تماما ليس لإسقاط نظام ولكن لنقل السلطة وهذا المشروع فلسفته السياسية بدأت منذ خمسة أشهر الكلام كان حتى أقل من ذلك قيل الرئيس الأسد شارك في السلطة لم يقل له حتى في نيسان وحزيران وتموز لم يقل له أن يتخلى شارك أعطي المعارضة النصف تخلى عن قيادة الجيش وتقدم نحو الاستفتاء لم يقبل هذا الموضوع لأنه يمكن في حساباته أي مشاركة أي انفتاح على المعارضة قد يؤدي إلى جرف قوته في الداخل هذا يمكن أن يكون معادلته إذن اليوم واشنطن تحاول أن تجمع أكبر عدد ممكن من الدول بهذه المبادرة من أجل أن تضع ضغطا معنويا على الذين يستعملون الحق الفيتو كآخر موقع للدفاع عن نظام الأسد طيب هل تتوقع أن يتجاهل الحلفاء روسيا ويجعلها عملية أطلسية نحن في صلة انتخابية بامتياز هذا واقع نعيشه الآن أي عملية تقوم بها الإدارة مع حلفاء تدخل سوريا أو تحاول أن تساعد المعارضة على النموذج الليبي ولا تنجح بسرعة أي قبل الانتخابات وأقولها بكل وضوح هنا هي عملية فيها خطر كبير الذي يمكن أن يساعد الإدارة الأمريكية في أن تقوم بمبادرة خارج مجلس الأمن نعم أطلسية أو غربية أو مبادرة دولية هما شرطين الشرط الأول أن يكون هناك وحدة الموقف داخل واشنطن ما بين الكونغرس والإدارة أن تتحول المشروع السوري الملف السوري إلى أمن قومي أمريكي وليس إلى مناتشات سياسية وهذا ما يجري العمل عليه الآن ثانيا أن يظهر للرأي العام الأمريكي وربما للرأي العام الدولي أن هناك مؤسسات مستعدة للتسلم وهذا أمر يجب أن نتكلم عنه يعني المجلس الوطني السوري من ناحية والجيش السوري الحر وهما عنصران أساسيان وركنان أساسيان يجب أن يأتوا إلى العواصم العالمية إلى العواصم الغربية وأن يتوجهوا إلى الرأي العام بشكل مباشر كما حصل منذ فترة مع بن غازي أتى هؤلاء المسئلون توجهوا إلى الكونغرس وأنا أتكلم عن الجيش السوري الحر وعن المجلس الوطني السوري هذا قد يشجع الرئيس أوباما لكي يتقدم بمديرته طيب أرجو أن تبقى معنا ينضم إلينا أيضا نرحب بردوان زيادة مدير دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني السوري المعارض سيد زيادة كانت لك تصريحات جد متفائلة قبل فشل المشروع العربي في مجلس الأمن الآن وقد تبين أن تفاولك ليس في محله ما هي خطواتك تالية كمعارضة سورية لا أنا لم أقل بفشل المشروع العربي في مجلس الأمن لكن كان هناك تخوف كبير من هذا الفشل إلى حد الآن هناك طبعا نسبة نقول 50 إلى 50% لكن لا نعرف على مدى الحقيقة بالرغم من أن اجتمعنا مع السفير الروسي تشيركن في نيويورك هل الموقف الروسي هو موقف تفاوضي يعني يتشدد حتى اللحظة الأخيرة في التهديد باستخدام حق النقد الفيتو من أجل التخفيف في لهجة مشروع القرار المبدأي هناك مواقف مختلفة الموقف الأمريكي كما أخبرونا على قناعة بأن موقف موسكو مع نيويورك متطابقان في استخدام حق النقد الفيتو وبالتالي مهما قدمنا من تنازلات في نص مشروع القرار سوف تستخدم روسيا في النهاية حق النقد الفيتو لكن البريطانيين والفرنسيين ولديهم قناعة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أننا ما زلنا بحاجة إلى شيء من التفاوض المرن مع روسيا ربما نستطيع أن نحصل على القرار لكن سوف يكون أخاف حدة مع استجابة مع بعض المخاوف الروسية وبالتالي عندما يكون لديك صراع واستقطاب عالمي قوي داخل مجلس الأمن كما يحصل الآن في حالة السورية تكون حقيقة أمام لعبة بوكر يعني لا تعرف حقيقة من يستخدم حق النقد الفيتو ومتى طيب على سبيل المثال كما جرى مع مشروع القرار السابق في شهر تشرين الأول قدمت الدول الأوروبية التنازلات الضرورية إلى روسيا وقبل ساعتين فقط اتصل يعني إجاء اتصال السفير الروسي في نيويورك من موسكو أخبره بضرورة استخدام حق النقد الفيتو رغم أن تشركن كان مقتنعا أن القرار يستجيب للمخاوف الروسية وسوف يمر في مجلس الأمن وبالتالي ربما نكون الآن نحن حالة في شبيه من ذلك وبالتالي كان مهمتنا من خلال اتصالكم بالروس ما هي النقطة التي يمكن أن تجعل الروس يتوقفون عن استخدام حق النقد يعني هل لو رفعتم مثلا مسألة نقل السلطة وهي نقطة عبر عنها لقية النقاط ستكون كافية بالنسبة لكم يعني مثلا عدم تصدير السلاح إلى سوريا فرض عقوبات على سوريا هل هذه أشياء لو وافقت عليها روسيا يكون القرار مرضيا لكم يعني هنا خمس تحفظات رئيسية لروسيا على مسودة مشروع القرار العربي الأول أنه يجب أن لا يتضمن أي شكل من أشكال العقوبات فرض حظر السلاح أيضا دعم المبادرة العربية والتي تنص على أن الرئيس أو الأسد يجب عليه أن يعطي صلاحياته الكاملة النائبه الأول وأيضا المواد الخاصة بما صلاحيات مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات الضرورية إذا ما فشلت النظام السوري في الاستجابة لبنود المبادرة العربية وبالتالي هذه تحفظات الخمسة لكن في الحقيقة أن عندما يتم تغيير مشروع القرار يأتي هناك تحفظ روسي آخر وبالتالي أعتقد أن الروس يستخدمون أحق النقد الفيتو كتهديد من أجل إلغاء قوة مشروع القرار نحن لدينا حد أدنى لا يمكن التنازل عن وهو تأييد الكامل للمبادرة العربية التي تنص على أن الرئيس يجب أن يتنحى أو يعطي كامل صلاحيات إلى نائبه الأول هل هذا فعلا موقف أنتم في المجلس الوطني تتبنونه هل توافقون على أن تسلم سوريا لفاروق الشرع ابن درعة الذي ربما يقول البعض أنه حاول وقف المجازر أو ما يسمي بالمجازر في درعة ويقول البعض أنه وقف صامتا هل أنتم ليست لديكم أي اعتراضات على نقل السلطة لفاروق الشرع نحن أولا رغبتنا الرئيسية هي وقف القتل والمجازر التي يقوم بها الشعب السوري وتحقيق مطالب الثورة السورية في بناء وطن ديمقراطي حقيقي وبذلك نريد تحقيق ذلك بأخف التكاليف الدموية الممكنة وبأقصر وقت ممكن لأن الشعب السوري الآن يدفع ثمنا غاريا لذلك وبالتالي نحن نعرف أن النظام السوري أصبح أشبه بنظام عائلي نظام عائلي ويقوم على تأليه الفرد الذي هو الأسد منذ استلام حافظ الأسد ولذلك عندما جرى انتقال السلطة على سبيل المثال في عام 2000 من حافظ الأسد إلى بشار الأسد كان خليم خدام نائبا لرئيس الجمهورية على مدى سبع أيام ورغم ذلك لم يعلن التلفزيون السوري يعني أصبح النظام أشبه بنظام عائلي مطلق وبالتالي مع اهتزاز هذا الموقف وفقدان الأسد لكل صلاحيات وتسليم لشخص مثل نائبه الأول أو نائبه الثاني ليس المهم وبالتالي هذا يسهل الحل السياسي ويستبعد ويحيد الأجهزة الأمنية وقطعات الجيش التي يورطها الجيش في قتل أبناء السوريين طيب لماذا هنا أريد أن أتوجه إلى ضيفي في السوديو عمار وقاف من النادي الاجتماعي السوري لماذا لا يريح النظام السوري نفسه ويطبق هذا الإجراء المبادرة العربية لا سيمة وأن شيئا إذا كان جدا بالفعل في مسيرة ديمقراطية وحقن الدماء وحل سياسي وتعددية حزبية إذا كان الديمقراطية هي خيار النظام في سوريا لماذا لا يسلم الرئيس فعلا صلاحياته خوصا الجامعة العربية لا تتحدث عن صلاحيات كاملة ولكن صلاحيات في إدارة مرحلة ما قبل الاستفتاء والانتخابات لماذا لا يسلم بشار الأسد صلاحياته في هذا الإطار إلى فاروق الشارع وهو ابن النظام وأحد سدنته هناك مسائل عملية وهناك مسائل مبدئية أولا في المبدأ ما على كيف الخارج السوريين بيسلموا هذا الرئيس وبيعطوا هذا الرئيس السوريين هنين بينتخبون نحن بيجي عبالنا نحط فلان فلان ما بيجي عبالنا نحط فلان فلان ما بيعود ما يبقي الرئيس بشار الأسد في مكانه حتى الآن هو أن غالبية الناس تريده أن يبقى في مكانه ولو كانت غالبية الناس في سوريا تريد لهذا الرجل أن يرحل من مكانه لا رحل من مكانه منذ الزمن ما زالت الدولة السورية حتى الآن يقول البعض إنما يبقيه أن عائلته تسيطر على كل قوى الأمن وعلى المفاصل وما في الجيش يا سيدي الكريم هذا الكلام هو لتجيش الناس لا أكثر ولا أقل دولة السورية ليس وقع يعني قل لي المفاصل الرئيسية في الجيش وفي الأمن هل يمسك بها أحد غير قريب من الرئيس أو ليس من أقرب عائلة الأسد يا أخي ليست عائلة كبيرة هي عائلة يعني متوحضة أو صغيرة حجما في عائلات أكبر منها بكتير بسوريا ما يجعل الدولة المتماسكة هو أنه الشعب السوري بغالبيته لن أقول كامل الشعب السوري حاليا لكن بغالبيته خلينا نقول 60-70% منه لا يريدون للرئيس الأسد أن يتنحى حاليا هذا ما يبقيه في مكانه لا قمع لا يجلس حر على ذلك ويسلم حكومة وطنية منتخبة أو حكومة حكومة لتصريف الأعمال بقيادة فاروق الشرع على كيف منه وليس فاروق الشرع تحديدا لأن هناك أزمة يعني ألا يدرك النظام أن هناك أزمة الآن في سوريا وهذه الأزمة خرجت خارج الفيض العربي هذه الحلول التي تطرح من الخارج ويمكن أن تعرض سوريا للخطر أكثر سيدي كاري مع احترام الشديد كل هذه الحرور التي تطرح من الداخل ويجتم منها رائحة سلب الشعب السوري حق الإرادي في من يعين له رئيسا ومن يعين له نائبا للرئيس كل هذه لن تنفع الشعب السوري لم يقول كلمته الشعب السوري يقول كلمته في الانتخابات أنا مواطن سوري لو أجرى الأسد استفتاء يعني عشرة أشهر من القتل المستمر في الشوارع السورية أنا مواطن سوري ولم يختبر رأي الشارع السوري بطريقة حرة نزيها وهي طريقة الانتخاب سيدي الكريم أنا مواطن سوري انتخبت الرئيس الأسد مرتين مرة في العام 2000 لأتخلص من أمثال عبد الحليم خدام وهذا وكلها اللي هو بلينة هاي بدنا شباب بدنا روح جديدة في البلد إلى ما هناك وعام 2007 وكان الهدف يومها هو موضوع استكمال موضوع محور المقاومة خصوصا بعد النجاح الذي لقاه هذا المحور في حرب لبنان في العام 2006 وأنا ملتزم بصوتي حتى العام 2014 ليش بدك تعمل لانتخابات جديدة خير إن شاء الله بعدين الانتخابات يا أخي بدنا تهيئة هاي أولا ثانيا إذن أول فكرة هي إن الشعب السوري لا يعني كل العالم عما تقول رأيها بالموضوع ما عدا شو بده الشعب السوري لا الشعب السوري لا يريد ولو أراد الشعب السوري أن يتخلص من الرئيس بشار الأسد لما بقي في مكانه أسبوعا أنا أقول لك هذا ما هي الخطوة التالية للنظام السوري الآن هناك عدة خطوات أول خطوة هي حل سياسي معين هذا الحل طرحه الرئيس المهورية في خطابه السابق يقول فيه أو في خطابه الأخير يقول فيه بأن هناك سوف يتم لحظ مجموعات معارضة أو مجموعات سياسية نشأت بعد هذه الأزمة في إطار حكومة موسعة سوف يتم عمل دستور جديد والدستور جديد حسب ما فهمنا بأنه انتهى وسوف يتم الاستفتاء عليه يعني هذا كمان سوف يؤدي إلى يعني طرح المسألة والله ليس بعيدا حسب ما فهمنا أنه خلال الشهر الحالي يمكن أن يتم الاستفتاء عليه أو على الأقل يتم طرحه للمناقشة وربما الاستفتاء عليه في آذاريا الموضوع ما نبعيد طيب هذا عن الجانب السياسي هذا على الجانب السياسي على الجانب الأمني الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن في داخل حدودها والرئيس الأسد يقول ببساطة شديدة بأنه الدولة سوف تضرب من يد من الحديد من حديد ضد كل من يريد أن يبقى خارج هذه المسألة ويبقى مستعدا لأن يخل بالأمن والمظاهر العام وهو لم يضرب بيد من حديد حتى الآن العفو أعتقد أن هذا العفو الذي انتهى ليلة البارحة أعتقد أنه كان جزءا من هذا الكلام وأعتقد شخصيا أنه العفو الأخير بعد هذا العفو الأخير نعتقد أنه الدولة سوف تتقدم بخطوات تكون أكثر قوة على الأرض حسما على الأرض هل تتصور شكل هذا الحسم كيف سيكون والله يا سيدي ما نعتقده بأنه حسب ما رأينا كيف الجيش عما يشتغل في المرات الماضية الجيش يحاول جمع معلومات استخباراتي عن أي مكان يدخله أكثر ما يمكن أحيانا يوفق ويدخل ويخرج دون سفك أي نقطة الدم وأحيانا لا يوفق بشكل كامل أعتقد بأنه هناك سوف يتم عمليات جراحية لكن المسألة المهمة أساسا هي بأنه يجب فصل البيئة المحيطة عن المسلحين مع المسلحين الذين قطعوا خط اللاعودة من قطع خط اللاعودة وأصبح خارجا عن القانون يعني هذا الشخص تلطخت يديه سفك دماء هذا لا يمكن بسهولة للدولة أو على الأقل المجتمع أن يغضم فهؤلاء الناس يتم تميزهم بشكل أو بآخر عن الناس المحيطين لهم والمتعاطفين معهم ربما لأسباب أنه والله ابن خالته ابن عمه أخوه إلى ما هنالك لكن لكن الحسم العسكري هو خيار النظام السوري لا هذا أحد الخيارات الموجودة لكن هناك أيضا في المقابل خط سياسي متكامل وأيضا روسيا داخلي في هذا الخط المناسب طيب سنتحدث عن دور روسيا بعد قليل لكن نتوقف الآن مع فاصل قصير نواصل بعض النقاش في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة فابقوا معنا للحصول على خدمة الأخبار العاجلة على لاسماس ابعت رسالة نصية عليها بي بي سي اي لشركة الاتصالات الخاصة بي اشتركوا في القناة أهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة التي نناقش فيها مدولات مجلس الأمن حول مشروع القرار الذي يدعم المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا قبل أن نسأل فالنقاش نتوقف لمتابعة بعض مدارة في جلسة مجلس الأمن أمس لا نطالبكم بتدخل عسكري ولكن نريد ضغطا اقتصاديا ملموسا لعل النظام السوري يدرك بأن لا مفر هناك من تلبية مطالب شعبه أولوية الحاكمة الآن هي إصدار قرار من مجلس الأمن يطالب جميع الأطراف يطالب جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية أرواح السوريين ودعم خطة العمل العربية للوصول إلى حل سلمية إن سوريا ترفض أي قرار خارج إطار خطة العمل العربية التي وافقت عليها سوريا والبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية وتعتبر القرار الذي صدر على اجتماع مجلس الجامعة الأخير انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت من أجلها الجامعة العربية أعتقد أن الجامعة العربية لعبت دورا مهما ونحن ندعم موقف الجامعة ونريد أن نؤكد أننا لا نرغب في أي تدخل عسكري يجب التوصل إلى حل لهذه الأزمة بالطرق السلمية والولايات المتحدة تعتقد أن على الأسد التنحي والسماح للآخرين الشروع بعملية انتقالية تمهد لإجراء انتخابات وتضمن احترام حقوق الإنسان لدى الشعب السوري قلنا وببضوح خلال كلمتي وخلال محادثاتنا إن مجلس الأمن ليست لديه الصلاحية لدعوة الأسد للتنحي لا يمكن لمجلس الأمن أن يقدم وصفات جاهزة لحل أزمة سياسية داخلية ولم يرد ذكر هذا الأمر في ميثاق المجلس لا نريد لمجلس الأمن أن يجعل من هذا الأمر تقليدا فمتى بدأت يصعب عليك التوقف فعندها سيعود لمجلس الأمن طلب من أي ملك أن يتنازل عن عرشه وأي رئيس حكومة للتنحي أعتقد أن على مجلس الأمن أن يصدر وبشكل عاجل قرارا واضحا وقويا لذلك فإننا نتبنى خطة الجامعة العربية وهذه الخطة سلمية لن تفضي إلى حرب أهلية كما يتخوف البعض ولن تزيد الوضع تفاقما أو تشكل تدخلا إنها خطة تمهد لعملية سياسية في سوريا يقودها السوريون معظم تصريحات التي استمعنا إليها تصريحات تؤيد الخطة العربية الخاصة بسوريا باستثناء المسؤول الروسي ومرة أخرى أتحول إلى موسكو وفيتشزلاف ماتوزوف الدبلوماس الروسي السابق والخبير والمحلل السياسي بالنسبة لروسيا إلى ما سيصمد هذا الفيتو الروسي أمام استمعت قبل قليل إلى وليد فارس من واشنطن يتحدث عن أن روسيا ستكون معزولة وكذلك سوريا وكذلك إيران إلى ما ستظل روسيا متمسكة بهذا الفيتو ليست مشكلة تعزل لأن مع روسيا الصين الشعبية وروسيا وأنا أكيد أن الدول العربية وشعوب العربية معنا لأن موقف روسيا لكن الصين الصين ربما تمتنع عن التصويت يعني ليس هناك تلويح بفيتو سيني خلينا نشوفه أولا إذا هناك في علاقات أمريكية روسية دائما إذا لا يحب أي طرف أمريكي أو روسي تتحدى طرف الثاني هم لا يطرحون على بساطة التصويت مسألة التي تستدمع حقه فيتو إذا أمريكي يقترحوا هذه الوثيقة للتصويت معناها هم يحبوا أن يتحدوا روسيا لأنه إذا ما فيه تفاهم حول النقاط المعينة حول هذه النقطة أفضل أن لا يطرحوا هذا على تصويت هذا المشروع لأنه هكذا عملت روسيا عندما قدمت مشروعها استدمت مع احتمال استعمال حق فيتو بالدول الغربية وهي ما قدمت هذا المشروع إذا أمريكي يحبوا أن يستفزوا روسيا لاستعمال حق فيتو روسيا تستعمل حق فيتو يعني روسيا لا تتصرف بطبيعة الحال بشكل فعالي في مجلس الأمنة أو في غيره تتصرف وفق مصالحها ما هي مصلحة روسيا في استخدام هذا الفيتو ليست لمصلحة لأمريكا ولروسيا استعمال حق فيتو في مجلس الأمن أو المتحدة على الإطلاق لأن أي نوع الاستدام هذا صفر تحت الصفر وليست أي فوائد لأي طرف أنا لا أعتبر أن أمريكا تستفيد من استعمال فيتو روسيا في هذا الشعب أفضل شي أن يوجدوا حالا ولا استدام نواجه الاستدام بين أمريكا وروسيا هذا ليست موضوع الذي ينبسطه طرف أمريكا أو طرف روسيا هذا صحيح ولكن أنا سمعته بكل اهتمام سيد أمار وقع هذا الموضوع ناطق بالشخص السوري أنا كثير معجب بهذا الكلام هناك منطق هناك رغبة محاولة حل القضية وطنية على طرق السلمية بدون استدامات ولا على سعيد الدولي ولا على سعيد الإقليمي ولا على سعيد المحلي يا سيد ماتسوطوزوف المبادرة العربية كيف نولده حالا إذا نحن مفاكر بهذا الاتجاه لا يمكن مجال الاستدامات كل ما طلبته المبادرة العربية هو انطلاق سلس لعملية سياسية في سوريا وعدم التدخل العسكري الجامعة العربية على لسان أمينيا العام وعلى لسان رئيس المجموعة العربية رئيس وزراء قطر لا تريد تدخلا عسكريا في سوريا وهذا هو مبعث الخوف الروسي حتى هناك من قال أن مسؤولين الروس طلبوا من أي قرار أن يكون مكتوبا فيه على ألا يفسر هذا أنه يمكن أن يفتح الباب أمام تدخل عسكري خارجي في سوريا إذا ضمنت سوريا روسيا أنه لن يكون هناك تدخل عسكري ما هي المشكلة في بقية النقاط نقطة أساسية هي قانون الدولي هي مساق الأم المتحدة من أعطى الحق أن يطلبوا من رئيس الدولة المستقلة ذات السيادة أن يتنحى من أعطى حق هذا لحتى جامع الدولة العربية في قانون الدولة أنتم طلبتم من علي عبدالله صالح نفس الشيء يعني لماذا هو حلال في اليمن وفي ليبيا وحرام في سوريا ليبيا نحن نعلم الموضوع أن استولوا على زعيم ليبي وشو صار فيما بعد استولوا عليها القوات خاصة الأمريكية لكن لذلك زعيم يمن يعالج الآن في الولايات المتحدة وهو يعالج وهو وافق ولكن أنا ما سمعت شيئا من حكومة سوريا أن هناك وافق سلطة سوريا يتنحي أنتم كأصدقاء روسيا أنتم كأصدقاء للنظام السوري لماذا لا تنصحونه باتخاذ مثل هذه الخطوة وحقن الدماء وأنتم ستكسبون أيضا لأن الشعب السوري إذا كان هناك تغيير في نظام الحكم لن يكون معاديا لروسيا ولماذا روسيا تبادر وتتدخل باسم مجموعة خلف الشمال الأطلس يتدخل ويطلب من رئيس سوريا أن يتنحي لأنكم طلبتم ذلك من صدام حسين مثلا من صدام حسين نحن ما طلبنا كانت هناك هجوم الروسيا كانت يعرف أن أمريكان يضربوا 21 أبريل أو مارس يضربوا على مواقف صدام حسين وكانت روسيا ضد غزو واهتلال إراك من قبل جيش الأمريكي ولكن أمر الواقع نحن استدامنا ومع له أمر الواقع نشأت جيش الأمريكي في إراك لحتى الآن نحن نصر أن هذا كانت احتلال وليست تحرير إراك من صدام حسين نقطة إراك نتركها إلى الجانب ولكن روسيا تصر على ثلاث بنود وهذا قال بقاتيلوف نائب وزير الخارجية أولا بارئة أولا واقف الاقتتال في سوريا من أي طرف يتواجه يا من المعارضة يا من السنوات وهذا ما طلبت به الموادر العربية وهذا موجود في اقتراح وحوار الوطني بين السلطة وبين المعارضة وهذا شيء ثالث هذا عدم التدخل إذا جامع الدول العربية تطلب التنحة هي تتدخل في شونة داخلية لسوريا لا يجوز نحن نخرب قانون الدول مثاق الأمم المتحدة قانون الدول الموجود لجب نحترمهم إذا نحن نتدخل في شونة داخلية ونطلب في سوريا تغيير من وين نختلف من شنغيس خان الذي كان يعطي الرخص لأمراء الروس لحكم في بعض المناطق روسية القديمة قرون الوسطة يعني عدت بناء الوراء كثيرا سيد ماتوزوف دعنا نتواجه إلى ردوان زيادة قرون الوسطة لا نحن في كرن 21 طيب نتواجه إلى ردوان زيادة لماذا ذهب العرب إلى مجلس الأمن وهم يعلمون تماما أن روسيا لن تغير موقفها يعني دعني في البداية أن أشير أي قانون دولي يسمح لأي رئيس دولة أن يرتكب جرائم بحق شعبه أن يقتل أكثر من السبعة آلاف مدني بما فيهم أكثر من 324 طفل ثم أن يكون التعذيب حتى القتل سياسة منهجية والاقتصاب بحق الرجال والنساء داخل المؤتقلات أعتقد أنه حتى القانون الدولي لا يسمح بذلك المادة السابعة وفق المحكمة الجنائية الدولية تنص على أنه إذا كانت سياسة الدولة هي مجال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومسؤولية المجتمع الدولي أن يفتح تحقيق وأن يتدخل هناك في عام 2005 ظهر مبدأ ما يسمى Responsibility Protect مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين في حالة الدول التي تقوم بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبها وبالتالي نتوقف عن استخدام ما يسمى القانون الإنسان الدولي القانون الإنسان الدولي يدعم حق المجتمع الدولي ويدعم حق الشعب السوري في التدخل من أجل وقف الجرائم أعتقد أن الشعب السوري هو من يتكلم كلمته في الأرض على مدى 11 شهرا يطالب الشعب السوري باستقالة بشار الأسد وأعتقد أن الإجابة الوحيدة التي حصل عليها هي احتلال المدن ارتكاب المجازر وضع المعتقلات الجماعية تماما شبيهة بالمعتقلات النازية وبالتالي لا يحق لمن ارتكب جرائم ضد الإنسانية وفق تقارير مجلس حقوق الإنسان وفق تقارير كل المنظمات الدولية والمنظمات السورية أن يتكلم باسم الشعب السوري وأن يستمر في حكم شعب من أرقى شعوب الحضارات ومن بدأت الحضارة الإسلامية عنده ومن بدأت حضارة الأبجدية لدي لا يستطيع أن يحكمه زمرة أو عصابة مجرمة تستنزف ثرواته ودماؤه وتستمر حتى اللحظة الأخيرة في وضعه على بركان حافة على بركان حافة حرب أهلية يعني هذه نقطة واضحة لماذا ذهبتم إلى مجلس الأمن مع الجامعة العربية وأنتم غير متفقين مع روسيا بشكل رئيسي لأن هناك أرف في العلاقات الدولية عندما تطلب منظمة إقليمية سواء جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو منظمة أمريكا اللاتينية عندما تطلب دعم مشروع من مجلس الأمن غالبا ما يحضر المشروع بدعم مجلس الأمن وهذا أصبح شكل من أشكال العرف في العلاقات الدولية ولذلك طالبنا من الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الوزراء القطري بوصفه رئيس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية بأن يذهب إلى مجلس الأمن ويعطي الدعم الكافي لمشروع القرارة واتقذ هذا وقتا طويلا حتى تحققت خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن لكن ذهبتم إلى مجلس الأمن كان ينبغي أن تكون هناك مشاورات مع الروس وعلى الأقل تفاهمات هل حدثت هذه المشاورات ولم تصل إلى تفاهمات أم لم تحدث على الإطلاق كان هناك مشاورات أنا شخصيا ذهبت إلى موسكو مرتين في شهر حزيران الماضي ثم في شهر تشرين الثاني وأيضا عندما أتى الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الوزراء القطري حصل اجتماع مع السفير الروسي وكان مطولا لذلك كانت لهجة السفير الروسي تقريبا مخففة في الجلسة يعني على مدى اجتماع على مدى ساعتين تم بحث كل هذه التفاصيل وكان هناك نية تفاوضية حقيقية ومرونة من قبلنا حسب مشاوراتكم ما هي النقطة التي تعتقدون أن روس سيمكن أن تتفق معكم فيها يعني روسيا هي بشكل رئيسي أصبحت تهدد باستخدام حق النقطة الفيتو من أجل إبطال أي شيء يتضمن مشروع القرار خاصة فيما يتعلق بالمبادرة العربية هذا بالنسبة لنا خط أحمر يعني النزول أدنى نحن نعرف أن المبادرة العربية تضمن شقين الشق الأول وهو المتضمن في مشروع القرار في مجلس الأمن بما يسمى بالفقرة الخامسة والتي هي إقرار مبادرة العربية التي أقرت في شهر تشرين الأول والتي ضمن أنه سحب كل آليات الجيش وقف القتل إطلاق صراح المعتقلين السياسيين والسمح لكل وسائل الإعلام بالدخول هذه تقريبا هي الفقرة الخامسة في مشروع قرار مجلس الأمن أما الفقرة السابعة فهي الخطة العربية للانتقال السياسي في سوريا أو التحول الديمقراطي التي أقرت في 22 كانون الثاني التي تقضي بتنحي أو تسليم صلاحيات الرئيس لنائبه وهذا ما يزعج روسيا كثيرا لأنه في رأي روسيا هو مخالف للمواثيق الدولية وحتى لمواثيق الجامعة العربية ولمواثيق الأمم المتحدة وتدخل في السيادة السورية واعتبرته سوريا كذلك هل هذا الجانب لسيما أنه لم يكن محل اتفاق أصلا بين الدول العربية وسوريا في المبادرة التي وقعت من قبل والبرتوكولات الخاصة بها هل هذه النقطة يمكن أن تكون يمكن التنازل عنها يعني إذا بدأ حوار إذا بدأ حوار وانطلقت عملية سياسية إذا أطلق الرئيس السوري نفسه عملية سياسية دون أن يتنحى أو يسلم صلاحياتي لنائبه الخطة العربية حصلت على دعم 21 دولة عربية باستثناء لبنان الذي نعى بنفسه لظروف كلها نعرفها وبالتالي المبادرة الخطة العربية التي أقرت في 22 كانون الثاني هي حصلت على الدعم العربي الضروري ثم على دعم الأمم المتحدة وعلى دعم دول الأعضاء في المجلس الأمن الأوروبيين والأمريكيين يعني أنتم غير مستعدين لتنازل عن هذا الجانب هذا هذا تقريبا هو الحد الأدنى والخط الأحمر طيب الآن يبدو هناك انسداد في الأفق الدبلوماسي هل تخشون أن تندلح حرب أهلية في سوريا دعني أقول لماذا نقبل بالحد دلدنا نحن الهدف الرئيسي نريد وضع سوريا على طاولة مجلس الأمن لأن مشروع القرار يتضمن أن الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام للأمم المتحدة يجب عليها أن يقدم إيجاز إلى مجلس الأمن كل 15 يوما ثم هناك مادة أخرى بأن مجلس الأمن لديه الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات الضرورية إذا لم يستجب النظام السوري لبنود المبادرة وبالتالي نريد وضع الأزمة السورية على أجندة مجلس الأمن لأجل وقف الجرائم دكتور وليد فارس الآن هناك سلاح يقال إنه يتدفق إلى النظام السوري من جانب روسيا من جانب إيران هل الدول الغربية وإن لم تتدخل مستعدة لتزويد المعارضة والجيش السوري الحر بسلاح مماثل وتكون حرب بالوكالة في سوريا كحروب أخرى في لبنان يعني هذا السيناريو ممكن أن يحصل ولكن ليس الآن إدارة الرئيس أوباما وهنا بالمناسبة هذا السيناريو ليس في مخاطر انتخابية للرئيس أوباما صحيح صحيح هذا واقع ليس سرا هنا في واشنطن أنه لن يدخل الرئيس أوباما بمبادرة من هذا النوع ما لم تكن على الأقل مضمونة النتائج حتى ولو بعد انتخابه كي لا يجد نفسه في شهر أكتوبر أمام سيناريو على الأرض خطير يستعمله المعارضون أو المرشح الموحد ولكن هناك كلام اليوم ما بين المعارضة أي المرشحين والكونغرس والرئيس أوباما حول هذا الموضوع ويمكن تتكلم عنه عندما تأتي النتائج المهم هنا هو النقطة الأولى التي كان الكلام عنها عن العلاقة ما بين أمريكا وروسيا فيما تعلق لسوريا أنا وأيد ما قاله الزميل من موسكو أن هذه الإدارة هنا لا تريد أن ترى روسيا تستعمل فيتو لأن هناك معادلات أخرى قد تستعمل فيتو الأمريكي إلى ما هناك لاحظة لا سمحت ما هو مطلوب الآن أن يرى الرأي العام الأمريكي والعربي والدولي أن ما يقف بوجه المبادرة العربية هو الفتو الروسي حتى لو لم يستعمل لماذا؟ لأن ذلك سوف يعيد القيادات الأمريكية الأوروبية العربية إلى الرأي العام عندها ويقول لها نحن حاولنا ذهبنا إلى المجلس الأمن ولكن هناك فيتو ولن نشتبك مع الروس في هذا الموضوع إذن ما يمكن أن نعمله أن نعود إلى الأرض أن نقوي المعارضة وهنا جوابا لطرحكم عندها نغير المعادلة في سوريا إلى شكل يدعو الروس لكي يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويقولوا الرئيس أسد الآن في واقع لا يحصد عليه وبالتالي نحن نقبل أن تكون هناك معارضة يعني إذا لم يقبلوا من الآن فيما يمكن أن يجري قد يقبلوا به بعد عمار وقاف هل هذه خطوة يحسب النظام السوري حسابها؟ يعني حقيقة أنا أولا يعني كثير متشجع أن المعارضة السورية عم توضع خطوط حمراء لدولة الروسية يعني هذا شيء مشجع جدا ثانيا هناك مسألة كثير مهمة يجب أن نفهمها عن المواطنين في سوريا المواطنين في سوريا جزء كبير منهم يا سيدي الكريم يعتبر بأن أداء الحكومة السورية وتماسكها كان ليس سببا بمقتل سبعة آلاف سوريين صح هذا الرقام بل سببا في منع قتل سبعمائة ألف مواطن سوري بمعنى أنه لو سبعت لأنه لم يعدوا دين وقت هل يمكن الإجابة على سؤالي؟ ألا وهو السيناريو الحرب الأهلية كيف يستعد له النظام السوري؟ لا أعتقد أن الحرب الأهلية هي أمر واقع الحدوث بسهولة في سوريا يعني أنت لديك بسهولة الحرب الأهلية سوف تنحى منحى طائفي الآن طالما أن مثلا الأقليات وجزء كبير من الغالبية المذهبية غير مهتمين بعمل حرب طائفية ويعتقدون بأن الدولة متماسكة وهذا أمر كتير مهم أعود لك لنفس النقطة طالما أن الدولة السورية متماسكة وطالما أن الشعب السوري في غالبيته يرى هذه الدولة السورية متماسكة فلن يلجأ إلى حمل السلاح وأخذ الأمور على عاتقه وأعتقد نهاية أن هكذا سيناريو هو بعيد من هذا الجلد شكرا جزيلا لا يسعرنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيوفنا من واشنطن الدكتور ردوان زيادة مدير دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري ومن واشنطن أيضا الدكتور وليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب في الكوميوس الأمريكي وأشكر من موسكو ضيوفنا الدكتور بيتشزلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق ومشاهدين على حسن المتابعة وأنقل إليكم تحيات فريق البرنامج وتحيات زين العبدين توفيق إلى اللقاء